أول شيء عندنا في ال-agreement هي That's exactly how I feel That's exactly how I feel هو دا بالضبط اللي أنا أشعر بي That's exactly how I feel مثلاً أقول له أحد طبي I think the match was exciting أعتقد المباراة كانت exciting جداً مباراة That's exactly how I feel هو دا بالضبط شعوري يعني أنا أعتقد معك That's exactly how I feel Number two is you have a point there You have a point معناها بالمصري كده أنت عندك حق عندك حق أولي في مظرك تمام اسمها you have a point there you have a point there you have a point there يعني أنت عندك حق آخر طريقة من-agreement الموضوع عندنا هي I couldn't agree with you more مش قادل أتطفق معاك أكثر من كده يعني I totally agree يعني أنا أتطفق معاك تمام I completely agree with you خلي بالك أنك لازم تخط المور في الآخر I couldn't agree with you more I couldn't agree with you more عشان تدي معاك agreement الوضع لازم يكون عندك مور في الآخر مش قادل أتطفق معاك More than this أكثر من كده أتطفق معاك أتطفق معاك أتطفق معاك أتطفق معاك أتطفق معاك أتطفق معاك You have a point there عند الحق هنا I couldn't agree with you more I couldn't agree with you more بعد ذلك عندنا تطرق الـ disagreement عدم الموضع وهما two ways طريقين وإنتو عرفين إذا بتاعتهم I disagree with you أنا مش مرتفق معاك الطريقة هي أنك حتعتذر الأول عن أنك مختلف وحتقول I am sorry وإنتو عرفين أن I am sorry يبترم الأولين بذلك صحيح كده I am sorry I am afraid وبعد ذلك هتقول I totally disagree وإنتو عرفين كويس I disagree أنا مش متفق حتزود عليها كلمة totally عسل تدين أبوار تدينك تماماً مش موافق من إسبة كبيرة مش موافق I am afraid I totally disagree I am sorry I totally disagree I am afraid I totally disagree أنا آتف أنا مش موافق تماماً أخر الحق عندنا في الـ disagreement هنا I feel completely the opposite I feel completely the opposite إنتو عرفين أعلم means أعلم Feel أشعر وكالتقل موسيقى بسورة